موسيقى موسيقى اخبارددو الطريق ومسيقى اخبارددو قناع المساعدين اخبارددو اعمل اقفى لابدو انجاز اخبارددو موسيقى اجاز بنتك حداك حتى تدير الكارت ناصيونال وخساها الى الزوج المناسب البنت اللي بقاش في الدار غا تعاونك وغا تقطيم عاكش هام حاجة خساها الى الزوج المناسب اللي غا ديتها الله فيها ولا كل واحد تدير زوج وربيت يزوج في السماء أنا بعدها ضد هذا الزوج زيال القصيرة بعدها وسترشوف البوادي ودو كل الناس بعدها اللي ماشي يزوجهم شقاع كي احتوهم غا يخدامات كي يجي من العام العام يقد 1500 درام هو ما شافش بنتوش نواق عليها كي يقد الفلوس غا يفوقش ماشي حرام عليك اخي ماشي حرام عليك الام تحت بيت سعشوه ويفكرشوه وماشي كبر البنت تعطيها الناس خلين في فيلا يتكرفصوا عليها السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للزوج القصيرة الجواز الذين رامدكم في طرآن إلا ما أجوازكم وأولادكم عادوا لكم الجواز قسمه نصيب قسمه نصيب لك شي غير مكساب يلواز جواز القصيرات أنا ما متافقش مع المجتمع اللي كي يجوز بنتو على 12 عام و 6 عام أشحاب وحده غيبات ما قدراتش مسكينة قاعد تقاوم راجلها وهالناس هدو متخلفين ما وعينش ما عندو مش وعي ما وعيش غيتي يكونوا يشربوا حشك بحل حل الحياة تزوج بنتو عندها تتكبر وترشد وتكون عندها واحد قوة جسمانية كافية وتكون وعية وتفاهم هادا كالزوجة لبكري كانت لبكري كانت لبكري وكانت للتعديل هادو كانت لباركة معامهم كانت لباركة عندك رائعة نيادهم صافية فاته هادو لو تعطوه بناتهم بالفلوس يبعو بناتهم الجواز الطمع أكثر الأغلب كان يمجوز على الطمع أبوها لبس عليها لما لبس عليها وقالها ما باطل السكان ما أقول ما أقول أنا أعقل البنت خلها تقرأ قرأوا لي ذاتك إلا أعطاك لله من الشيء قرأوا دفع بلا أسباب شيء بل عليكم الله هذا اللي كان صراحة القاصر يعني رأى طفلة هذه مكان ديالها المناسب هي المدرسة مشي أنها غا تأسس واحدة البيت ديالة الزوجية اللي هي ما قادراش عليه يعني دابا الكبار ويربي يربي واش غا يقدروا ويأسس واحدة البيت ويربي وليدات ما زعم ما 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 شي هو هذك وإحنا باقي كان يعني وفاة المشكلة هاته في المغرب ما زال كاين كاسمشي للمغرب العميق كيتلقى بأن طفلات سنة 13 عام 14 عام كيتزوجوا وفرحانين ومساكنهم وما ما عارفين شين غاديين كيقولها تزوجي ولا عنها هي قاعمشي بالريضة ديالها خسش يتطور الصراحة في هذا الموضوع هذا تزويج القاصرات أو الموضوع للقواصف المجتمع المغربي أو المجتمعات العربية المتخلفة كلها هو إشكل كبير وشائق موضوع كبير باش نقشوف مجرد حوار لكن كان واحد نظرية اجتماعية اللي هي شنو حنا التخلف ديالنا حلنا وعرفنا بأنه هوجة من إضعاف وتهميش وتضييق الخيناق على حوريات المرأة حوريات الاختراع في الحياة ليعطاها الله على ضوء هذي المسألة في الرأي ديالي المتواضع والصغير تقتلوا تقفلوه تقتلوا ما تقفلوه ولكن غان قولو المرأة خصة نقاش مخبينا خصة تقرأ خصة يتولي عندها مهنة تولي عندها قيمة اجتماعية قيمة مهنية أو عملية قيمة إنسانية وقيمة سياسية إذا المرأة خصت تحرر وبهد المناسبة ديالعيد المرأة لأنها يتشفق الناس المرأة يلي ولدتنا ويلي غنجوجوا بها ويلي غنولدو منها بنت عيدة عمار البهجاوي تيهدير هاد المرأة واحد الهادية جد متواضعة وبسيطة انتمنى من الله نكون والاوي شوية المعنوية ترفعته ساهمت بهد المسألة هاد الساعة ويا المميما ودعيه لينا هاد الساعة ويا الحبيبها الله يخليك لينا يا المرأة المغربية فوق الرهاس محضية حفظها يا العالي ويا ربي خليها ليك سلام عليكم